بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي مع بعض النهاردة هنبدأ نحل امتحان تجريبي عن الفصل الدراسي الثاني الخاص بالحاسب الآلي دعا مع بعض كده نبدأ على طول السؤال الأول بقول لي قاعد كتابة الجمل التالية بعرض تصحيح ما تحته خط إذا كان هناك خطأ في الجملة هنشوف كده أول سؤال بقول لي للإعلان عن السوابت نستخدم جملة دم طبعا هنعرفين إن احنا بنستخدم جملة دم للإعلان عن المتغيرات أما لو أنا هعلن عن السوابت يبقى هستخدم مين هستخدم كونست تمام يبقى الإجابة بتاعتنا هنا هتكون كونست طيب الإجراء من نوع سب يعود بقيمة إحنا عارفين طبعا الإجراء من نوع سب لا يعود بقيمة أما الإجراء من نوع فانكشن هو اللي بيعود بقيمة ويمكن استخدامه في الطرف الأيمن من جملة إيه؟ من جملة التخصيص طيب جملة إف وزن وإلس تكون فعالة عندما يكون التفرع معتمدا على قيمة متغير واحد وتجعل الكود مفهوما بشكل أكثر وضوحا طيب إحنا عندنا يا جماعة جمل التفرع عندنا إف وزن وإلس وإلس وعندنا سليكت كيس طيب إيه اللي بيستخدم أو يكون فعال عندما يكون التفرع معتمد على متغير واحد طبعا سليكت إيه؟ سليكت كيس تمام سؤال رقم أربعة عند تخصيص قيمة أكبر من مدى نوع البيان المستخدم أو تخصيص قيمة نوعها يختلف عن نوع البيان يعني أنا مثلا حطيت نوع بيان بايت وبعدين حطيت قيمة أكتر من 255 أو أقل من الصفر فهيديني خطأ ساين تاكس اللي هو الخطأ اللغوي لا طبعا هيديني خطأ اسمه يا جماعة اسمه رن طايم رن طايم اللي هو أثناء التشغيل رن طايم error يعني خطأ أثناء التشغيل سؤال رقم خمسة يتم ترتيب العناصر في القائمة list box حيث يكون ترتيب العناصر العنصر الأول واحد طبعا هنعرفيني أن ترتيب العنصر الأول هو 0 أو 0 داخل الاندكس يعني العناصر بتترتب داخل list box والcombo box تمام من الصفر بعد كده بقول لي اكتب المصطلح العلمي وسيلة خاصة في صندوق النص تيكست بوكس تعني نقل التركيز إليه ووضع المؤشر بداخل صندوق النص طبعا احنا عندنا يا جماعة خاصية دي أو الوسيلة دي اسمها focus اللي بتنقل التركيز إلى صندوق النص الصور رقم 2 بقول لي جملة مفيدة في حالة عدم معرفة عدد مرات التكرار بشكل قاطع وتعني تنفيذ الكود طالما التعبير الشرطي true احنا عندنا يا جماعة عارفين أن التفرع أو الحلقات التكرارية بنستخدم فيها for one next أو do while طيب عندنا هنا عند عدم معرفة مرات التكرار يبقى هنستخدم ايه هنستخدم do while do while يعني طالما طالما التعبير الشرطي true هيبدأ ينفذ الكود اللي بعد do while طيب عندنا كود لإضافة المتغير x للعنصر list box عشان نكتب الكود دي يا جماعة عوزين نضيف نضيف نعمل add للlist box يبقى احنا هنكتب هنا الأول list box one وبعدين هنقول له dot items وبعدين هنقول له dot add وبعدين هنفتح الأقواس ونضيف المتغير اللي احنا عوزين نضيفه أجماعة احنا عوزين نضيف المتغير x يبقى هنقول له هنا x يبقى ده الكود اللي احنا هنستخدمه وطبعا ممكن قبل الكود اكتب مي عشان يبقى واضح يبقى ده الكود list box one dot items dot add ونحط ال x بعد كده بقول لي مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما عند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات طبعا ده تعريف اي يا جماعة تعريف معالج الحدث معالج الحدث او ال event handler او معالج الحدث طيب خاصية تشير للعنصر المحدد في الأداء كومبو بوكس احنا عندنا الخاصية اللي بتشير للعنصر المحدد في الأداء كومبو بوكس او الليست بوكس هي خاصية selected a selected index selected index يبقى ده اسم الخاصية في عندنا حدث خاص بكمبو بوكس اسمه selected index a changed ده بالنسبة للحدث اما الخاصية يبقى selected index يبقى عندنا هنا يا جماعة فوقس ده اجابة الاول وعندنا dual اجابة السؤال التاني او المصطلح التاني طيب نيجي بعد كده للسؤال التالت اختر مما بين القوسين بقول لي n mode 2 احنا عارفين mode ده معامل باقي القسمة يعني بقول له n او باقي قسمة n على 2 يعني لو قلنا مثلا 6 mode 2 هيكون باقي القسمة بكام بصفر وليس ناتج القسمة تمام الكلام اما لو قلنا 5 mode 2 هيكون باقي القسمة بواحد طيب بقول لي n mode 2 تمام اذا كان يساوي يساوي ايه فهذا يعني عدم موجود باقي طبعا لو بيساوي صفر وطبعا لو بيساوي صفر او مفيش باقي يا جماعة يبقى الرقم زوجي لكي نقوم بفتح نافذة الكود نضغط من لوحة المفاتيح على طبعا عشان نفتح نافذة الكود هضغط اف كام اف خمسة طب وما ليه مصطر اف اف سبعة وما ليه مصطر اف خمسة بنعمل به اف خمسة لعمل او بداية الاختبار اما لفتح نافذة الكود هي اف كام اف سبعة يتحقق الحدث ايه زي ما احنا قالين من شوية الحدث اسمه سيليكتد اندكس ايه اتشانجد يعني عند تغيير قيمة او عند تغيير العنصر اللي تم اختياره داخل الاداة لست بوكس يبقى يتحقق الحدث سيليكتد اندكس اتشانجد عند اختيار عنصر من عناصر الاداة لست بوكس استخدام نقط اختياري في جملة فور ونيكست طبعا اختياري او اه بيكون اختياري معانا اللي هي استيب او المعامل استيب يا جماعة اللي بيحدد مقدار الزيادة وطبعا لو ما استخدمتوش يبقى مقدار الزيادة هو واحد. يجب مراعاة اولويات تنفيذ العامات الحسابية حتى لا تحدث اخطاء من النوع ايه? او الاخطاء المنطقية. وده طبعا لا تؤدي الى توقف البرنامج. انما تؤدي الى نتائج ايه? نتائج خاطئة. طيب تعال نروح على السؤال اللي بعد كده. اللي هو خاص بالاكواد. بقول لي عرض قيمة المتغير في سطر والمتغير في سطر جديد داخل الاداة لابل يوزر ايه داتا. طيب عشان نعمل الكلام ده هنعمله ازاي? الاول هنبدأ نكتب آآ اسم الاداة اللي هي لابل يوزر داتا. بعد كده هنقول له دوت تيكست لان طبعا ناوزين نزهرها على الاداة. هنقول بيساوي. بعد كده هنبدأ نكتب المتغير الاول اللي هو فرست نيم. بعدين عشان نبدأ نربط بين السلاسل الحرفية طبعا هنستخدم ان طب هو هنا عاوزها في سطر والمتغير التاني في سطر يبقى هنستخدم ايه خالص وبعدين اعمله تاني وبعدين اكتب المتغير اللي هيبقى في السطر التالي اللي هو اليوزر ايج. طبعا ما فيش مسافات في المتغير. يبقى هو ده كود هنقول له ليبو اليوزر داتا بتساوي فرست نيم اند في بي سي ار ال اف طبعا اللي هي بتعمل لي سطر جديد وبعدين اند يوزر ايه يوزر ايج. طبعا نشوف السؤال اللي بعد كده جعل الكائن ليبل وان يعرض ناتج استدعاء الدلة اه سام يو اه او سام اكس وي واي. طبعا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي هنكتب الاول ليبل وان طبعا دوت تيكست لان احنا هيزهره في التكست تماما نقول له بيساوي بعدين نحط طبعا الدلة عشان يبدأ يعود بالقيمة يبقى نقول له سام اكس واي واي تمام يبقى دول الكودين اللي عندنا خلاص يا جماعة احنا طبعا بنقول ان الدلة او بتعود بايه بتعود بالقيمة طيب نيجي للسؤال بيه من خلال اوامر التالية اجيب عن اكمل ما يلي تعال نفكر مع بعض كده ونشوف طبعا بقول لي ديم انا ديم انتو نمبر اه از انتجر يبقى ده رقم صحيح طب القيمة بتاعته كامل انتو نمبر عشرين جميل قوي طيب بقولي هنا ديم اكس از انتجر بتساوي عشر اذا الاكس برضو انتجر رقم صحيح وهو بيساوي عشر طيب هنا بيقول لي دو وايال دو وايال بتستخدم في بتقرار بقول لي طالما طالما الانتو نمر انتو نمبر هنا بكام يا جماعة فوق انتو نمبر بعشرين طالما العشرين اصغر من او تساوي الاكس بكام? الاكس بعشرة طالما العشرين اصغر من او تساوي عشرة ايه ده او اره Janeiro اه بالزبط كده فولس يبقى ما ينفعش ان هو ينفذ اللي بين دو وايال ولوب يبقى مش هينفذ الكود اللي هنا يا جماعة يبقى خلاص مش هينافزه هيروح ينفذ على طول فين? اللي بعد لاب لاني التعبير الشرطي هنا اللي بعد دو ويل كان فالس فهيروح ينفذ ليبل ديسبلاي دوت تيكست بتساوي انتو ايه انتو نمبر وطبعا يبقى كده انتو نمبر ما تغيرتش خالص يبقى هتفضل زي ما هي عشرين فهو بولي اول سؤال بولي ايه بعد تنفيذ الامر التالية ما يتم عرضه في الاداة ليبل اندرسكور ديسبلاي هو طبعا هيبقى كام هيبقى عشرين تمام ليه قيمة انتو نمبر او القيمة الابتدائية بتاعة المتغير طيب جميل بولي هنا بقى ايه بولي ازا تم نقل الجملة ليبل ديسبلاي دوت تيكست بتساوي انتو نمبر قبل كلمة لوب يبقى احنا عاوزين يا جماعة نعمل ايه تعا نعمل كده شوية اه تعديل في الكود هاخد ليبل ديسبلاي الكود ده وهنحطه قبل مين قبل لوب يعني داخل الحلقة التكراري لحد كده مفيش اي تغيير برضو تعالي نشوف وتم تخصص القيمة 22 يبقى هنا بقى هيخصص القيمة 22 للمتغير اكس يبقى هنا المتغير اكس يا جماعة هنغيره هنا ونخليه كام نخليه 22 تاب تمام او كده اه في امر الاعلان فان ما يتم عرضه في الاداة ليبل ديسبلاي تعا بقى ما نشوف كده الا هتعرض هنا تعالي مشي الاول كده مع بعض ونقول خلاص الاكس بقت ب22 وانتو نمبر بقت بعشرين تعا نشوف التعبير الشرط اللي عندنا هيكون الناتج بتاعه طروق او فالس يبقى الناتج هنا عشرين اصغر من او تساوي كام او تساوي 22 جميل او يبقى طروق يبقى هنفز القيمة هنا يبقى انتو نمبر بتساوي ها عشرين زائد اتنين هتبقى كام هتبقى اتنين وعشرين جميل قوي وبعدين يعرض اتنين وعشرين في ليبل ديسبلاي هيروح عن الوبي يقوم رجعني تاني هيقول لي بقى انتو نمبر اتنين بقى اصبحت بكم اصبحت ب22 22 اصغر من او تساوي 22 اللي هي الاكس هيديني اترو 22 اصغر من او تساوي 22 يبقى هنفز هنا يبقى يدخل ويقول 22 زائد اتنين بقى اتبار بعا وكام اربعة وعشرين ولا 14 تعرض في label display يبقى label display الوقت عرضت 24 طيب جميل او لو احنا جينا بعد كده وقلنا لوب ورجعنا تاني هنتلاقى انتو number بقى تكام 24 24 اصغر من او تساوي 22 اللي هي ال x طبعا false يبقى هيخرج من الحلقة التكرارية يبقى اخر رقم تعرض هنا كان هو كام يا جماعة 24 وهي دي تبقى الاجابة بتاعتني خلاص يبقى احنا كده خلصنا الاختبار التجريبي شرحنا طبعا سريعا ممكن ان انت ترجع الفيديو تاني وتبدأ تشوف الاسئلة تحلت ازاي اتمنى يكون استفادنا جميعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك الفيديو اضغط على لايك وتابعونا في الموضوعات الاخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته